تزايد غير مسبوق لمرض السل في مناطق سيطارة ميليشيا الحوثي حيث كشفت مصادر طبية عن انتشار واشتياح لا معهود لمرض السل الرئوي وذلك بالتزامن مع انهيار شبه كلي للخدمات الطبية برنامج مكافحة السل والأمراض الصدرية التابعة للحوثيين بصنعاء أوضح أنه سجل أكثر من عشرة ألاف إصابة خلال العام الماضي ومئات الحالات بالسل المقاوم عشرات الوحدات العلاجية لمرض السل توقفت بحسب التقارير فيما تعرضت عشرات المرافق الصحية الأخرى لأضرار متفاوتة وتم إغلاق بعضها بصنعاء والمدن المجاورة كل ذلك يحدث وميليشيا الحوثي تتصدر مشهد الإهمال والفساد في مناطق سيطارتها مستولية على الموارد ونهيبا للمساعدات لتكون مساهما وشريكا في تفشي الكارثة محافظة صنعاء احتلت المرتبة الأولى في معدل الإصابات بمرض السل الرئوي تلتها محافظة حجة ثم الحديدة ومحافظة إب في المرتبة الرابعة فيما كشفت مصادر طبية في صنعاء لصحيفة الشرق الأوسط عن فقدان أجهزة طبية ومعدات خاصة ببرنامج مكفحة السل في مناطق عدة ومصادرة معظمها على يد مسلح ميليشيا الحوثي انقلاب على الدولة واجتياح للمدن ونهب للمراكز والمرافق الصحية والمؤسسات سلوك منهجي مارسته ميليشيا الحوثي منذ سنوات جاعلة من المدنيين ضحايا للحرب والجوع والمرض اشتركوا في القناة